أنا أستدعي معاكم المحترم الأستاذ مصطفى عبد الخالق صديقنا العزيز للوقوف على تطورات الموقف أستاذ مصطفى عبد الخالق وحشنا جدا دكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وحبيبنا الغالي وهو يراقب عن كسب وعن قرب ما يدور خاصة لما وصلنا المرحلة أنك انت الزمالك معرض إلى أني اتخذ خطوة إفلاس أو فرض إحراسة وارد ما تحصلش بس احنا بنقول السيناريو كله دكتور مصطفى عبد الخالق صديقنا العزيز وقادو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق سلام عليكم يا دكتور السلام عليكم يا دكتور السلام عليكم يا دكتور وحشنا يا دكتور نيك زمان والله وأنت كمان يا حبيبي لأول أبريك لك على البرنامج وعودتك في الشاشة الحمد لله المتأخرة مني شوية يعني لا يا فندم والله إليك عذرك حبيبي أبنى أستطيع تعمل الموقف في الزمالك بعد أن وصلت الأمور ما بين الأستاذ ممتوع عباس والأستاذ مرتضى منصور إلى طريق المسدود وبعد خطاب الضرائب الأخير اللي عقد الأمور قانونيا وبإنعمام سجال قانوني تراقب الموقف إزاي وما هي الحلول بص نقول رأيك عدو جامعة عمومية كزمالكاوي وزمالكاوي وخبير لوائح وأنت عارف يمكن أنا مش عايز أفتح وبعدنا كتير ما بنتكلمش وما بندخلش ولا بنعمل آية مدخلات ولا برامج ولا غيره لأنه هو الموقف لما تيجي تقيسه كده أعتني أنت من الناس اللي بتحترم المجالس اللي بتشتغلوا اللي قات بالجامعات العمومية دي حقيقة حتى لو اختلفت معهم في الرأي بتحب تبعد وتسيب الناس تشتغل أه بس هو يعني نما تيجي في النقطة دي ونأكد على الاحترام اللي أنت وصفت دي باقي نحترم الناس الموجودة كل حاجة لكن هو الزمالك فين بقى من الموضوع ده الأحمية هو ده هو إحنا لنا شهر بنقول الزمالك فين الزمالك فين من ده وإيه من الزمالك فين عبد الناصر من الكلام ده وإذا كان الزمالك يوقف عند الخمسة واربعين مليون جنيه أو السبعة واربعين زي ما ذكر موقع النادي هما اللي محجوز عليهم لصالح في أحد البنوك المصرية لصالح أحكام خدهنا عند الحتة دي نقف الزمالك مؤسسة الرياضية داخل دولة تحتارم القانون والأحكام اللي صدرت دي ما هياش آآ نتيجة صراع أو نزاع بين بين فرد أو فردين لو وصفنا سيد مرتضى أو وصفنا الأستاذ مبدوع الأستاذ مبدوع عباس تمام دي فلوس المبدوع بيه موجودة عند النادي والنادي قام بدوره مرة واتنين واستقنف مرة واتنين ووصلنا لآخر حاجة كان الاستقناة لآخر تمام ومربط الفرس هنا أو كلمتي هو الزمالك وقف على 45 مليون ما هياش لا الزمالك في فلوس واختبار من كلا اللي بيدوره بص يا عبناص انت عايز الطبيعي وإحنا حافظين بعض ومتعاملين مع بعض يجب تمام لو الزمالك وقف على مشكلة على 45 مليون بس يبقى الزمالك كمؤسسة فشلت فشلت إنها الدول قصة بقى إن الموضوع يروح تاني قصة الزمالك عليه تأمينات قصة الزمالك عليه درايب قصة الزمالك عليه فلوس متأخرات لهيئات معينة قصة الزمالك عليه كهرباء قصة الزمالك عليه نور ده كلام بيقلل من شأن وقيمة نفس الزمالك أنا ضد كل الكلام ده ومش معاه ومش معاه بحزبة ومعادلة واحدة بسيطة قصة الزمالك مشكلة في 45 مليون طبعا أنت بتدفع أجورك ومرتباتك ومصاريفك الدورية والشهرية من إيه؟ مش هو مقبولة على الحسابات مش الحسابات ما فيهاش حاجة قصة من إيه؟ قصة من إيه المؤسسة بتدار على أي حساس الدورة المالية بتاعت النادي دي بتدور في حسابات تاني بسألت الناس في نادي الزمالك قالوا لي إنهم شغالين من خلال حسابات أخرى وده أستاذ عبد الناصر وعندك ومعاك ده مخالف تماما ليه حسابات منكية أخرى بيقولوا طب تمام يعني فيه دورة أي نقدر نستغل عليها هو مش عايز يعلن يعني أنا لما سألت خلي بالك لأن أنا دي الوقت بتواصل مع بعض الناس في نادي الزمالك غير الزمال أنا متابع فقيل لي إن إحنا عندنا حسابات أخرى غير محجوزة عليها ولكن نرفض تماما الإعلان عنها تماما يعني الدنيا ماشية وإحنا ليه حطين العوضة في المنشارة في الموضوع ده ليه هو ده السؤال وليه دايما مصدرين إن في حد بيجر النادي الورا وما قال النادي هيطلع لقدام من إيه خلات النادي فيه أنا تاني بقول دايما ابتديت كلامي معي لو الزمالك واحد على الخمسة وأربعين يقولوا متشكرين وأسفين ويرفعوا ديهم ما فيه على يدك السنة اللي فاتت بتاعت الإقاف اللي جال لهم لموت السحداشر شهر فيه لجنتين داروا النادي وخدوا بطولة وخدوا بطولات الموضوع مش كده إن إحنا نوصل لتوصيف الزمالك لإخناقة بين فردين ده مش موضوع طب مين بيتكلم من بقية أعضاء مجلس الإدارة أو بيترح حال أنا أنا رافض تماماً يعطيهمهم في جهة الخمسة وأربعين مليون دولة هم المشكلة ثم أنا بيتفع المنين أنا مقدمات العقود ومستحقاتهم بتاعت اللعيب هو بقية الألعاب الأخرى كلام ده مشكلة قبل الموضوع ما نعرفش عندي هنا ده نادي الزمالك اللي دخلوا في خلال وأنا بقوله هو على مسؤوليتي عندك في خلال من عالفين وابعتاشر لحد وإحنا بنتكلم دلوقتي يتجاوز يتجاوز المدخلات نادي الزمالك أكتر من ثلاثة مليار جنيه تاني أكتر من ثلاثة مليار جنيه جاي توقف معايا عند خمسة وأربعين وتقولي إن ممدوع عباس ليه فلوس فلوس يا ري والزمالك دولته في الخمسة وأربعين وما للنادي الجديد اللي أنتو أعلنتوا عنه إن احنا بنشتغل فيه عايز كم عايز كم مليون عشان يدور دولته وأخبره يدي الوقتي إحنا لو فتحنا وحطينا المعادلة وربطناها بالرقم والمشكلة اللي محطوطة إن ممدوع عباس معطل النادي لا لا الكلام ده مش مظبوط كلام ده يعني شايد أقوله هو وصف وصف مالوش علاقة بالحقيقة تماما مش لكوني معارض أو ما كنتش مع المجموعة اللي موجودة دولوقتي لا لكوني زمالكاوي أعير على كل اللي بيأكد على قناة النادي بسمية وعلى مواقع النادي بسمية وعلى كل المتحدثين باسم النادي إن يلخصوا مشكلة نادي الزمالك بخمسة عشرين من يوم جديد ده الكلام مش مظبوط خالص ما يسويش غرامة يا مفروض نكون نستأخدناها من واحد زي كغربة اللي متأخرة لحد دلوقتي ما يسويوش لعيبة ما قدرناش نجدد لها في الفترات اللي فات ما يسويوش ما يسويوش تعجب كتيرة قوي ما ينفعش الزمالك كاسمه كيان كبير يتقلل به وننصل عند المرحلة دي لأن الموضوع طاول قوي وموضوع بقى بايخ ونجد زمالك ده على يدك والإعلام أعلن الفترات اللي فاتت كم جمعية عمومية غير عادية يعلن عنها في جريدة بسمية أخيرها الجمعة اللي فاتت دي كان فيه جمعية ولا ده ما حصلش الجهة الهدارية اللي لغتها طب وبناء عليها وانت حضرتك لما بتعلن بتخطر الجهة الهدارية وتاخد موافئتها وبعدين تعلن أعلان ولا حضرتك ما بتخدش بالك على الصفحات وعلى المواقع الناس كلها بتسأل على ايه صفحات شخصية وغيرها بصت أنا نية ما أقول الحمد لله لفت على كل الصفحات كالحكمة قلت ما يعيش الإعلام الزمالكاوي أنه يخوض قضايا حق ولكن للأسف الشديد يحولها إلى باطل بسوء معلومات ومحاولة عمل أمور شخصية تضغو على مطلحة الزمالك العامة يعني النهاردة لما جا تكلم مثلا ضربت مسالين في الكورة من حق الزمالك وجمهوره أنه يتكلم عن حلم أفريقيا وكاس العالم للأنديها ولكن مش من حقه أنه يفتكر ده لما الأهلي راح وصيف في المغرب فحول قضية حقه وهو الحلم إلى أنه كأنه الزمالك تهزم فروحة الأهلي للبطولة فخل التحفيل على الزمالك وجمهوره بسبب أنه تكلم غلط في شيء هو حق يعني لما أمير من أربعة شهر قال نخطق لبطولة أفريقيا قلنا له برافو واخد بالك وحلمنا كاس العالم للأنديا قلنا له الله ينور وقال بقعد مع فريرة للنجاح من الأول قلنا له الله ينور عليك لكن لما تيجي النهاردة وتقول كاس العالم للأنديا لي والأهلي لي وهلمنا إيا زي ما الطارق وجمال عبد الحميد أنت الحلم حقك ولكن اختيار التوقيت وعدم معرفتك بالمعلومات وأن دي لوائح من هذه الدعوة بالمحليات أفسدت هلم الناس بتهلم به ده على مستوى الكروي وضربت لك مثل بعرقة أخيرة على سوشيا الميديا لو ارتلك حكام ولا الكلام الفارغ ده ولا دوري ولا كاس حلم جبت لك حلم تعال بقى إداريا إداريا أنا رئيس النادي له أن يفعل ما يريد أنا لا أرد على الأستاذ مرتضى وباحترم كل اللي بيقوله ومسؤول عنه لكن أنا كقنارة رسمية كنوا واثق أن رئيس النادي أعيزل قوي في الدفاع عن القضايا بتاعتي يعني لما يطلع إهاب الفوني يعني أنا لو قلت ده كانت رفع علي قضية ويقول لك أتمنى أن رئيس الوزراء يعتبرنا زي الفراخ والكتاكيد وأزمة العلف يا فنجم لو مصطفى عبدالخال لو مصطفى عبدالخال المعارض قال ده كنا طعناع ونا ونا جيني إنت صاحبي ولكن أنا أعلن أننا مع المرتضة والمجلس المنتخب لكن لو أنت قلت ده كنت هجمتك فكيف يقال ذلك ويقزم الزمالك وتقول لي فراخ وعلف لا الزمالك مدعوم من الدولة والأهل مدعوم من الدولة الدولة لن تترك الزمالك ينهار ولن تترك الأهل ينهار وأي مؤسسة كبيرة الخلق اللي عندنا أن الدولة ملف الشتيمة وده بيرد على ده وده بيجتمدأ ده مكان القضاء الدولة لا تتدخر فيه ولكن تدخلت وعملت محزير يا جماعة كفاية يا جماعة وقفه يا جماعة كذا ما حدك عايز يوقف في وقت لنا ولن تنعرفه كل واحد يوقف عند حده دعا رئيس النادي ليفعل ما يشاء يعرفيه من نفسه ويعرفيه من نادي ويقول ما يريد لكن خليك أنت في حدة تانية تخدم رئيس النادي وقضايا الزمالك كقناة رسمية طب يا دكتور يا دكتور يا دكتور مصطفى الخروج من الأزمة الزاي التوقعاتك أنت صديق للأستاذ ممدوح وصديق أنا مش معترف بلا بقاني معلتك بس دكام أنت صديق للأستاذ ممدوح وصديق وصديق للأستاذ وصديق للأستاذ مرتضى وانت من المعارضين اللي لو روحت النادي مرتضى مرصول بيستقبلك وده معروف وبيهتنم رأيك رغم أنك معارض الحل إيه أنا بشوف أن الحل الشخصي الأول رأيك كذا مرتضى اللي طولك من شوية أن الموضوع مشكلة أن الرقم ده أنا ما قدرش أتكلم فيه ولا لنا فيه ولا هو ذا المشكلة لازم نعترف بكده تصدرها كمشكلة ده مضقتان ده جوه جوه النواية بقى بتاعت الشخصين اللي دلوقتي بينهم مختلاف وطعار منذها بيه في حاله هناك بعيد وحقه اللي بيطالب بيه بقاله وحقه عن طريق إيه وحقه عن طريق وحقه وحقه وخلن بالك ما يلزمهوت بس أسرته مصممة لأنه بيتشتي 24 ساعة ففي حرب من أسرته عليها دي جبت الفايدة يعني أنا النهاردة بعد اللي تقدم ده اللي النهاردة دي مش أحكام نهائية نفعلها في درجة واثنين وتلاتة احنا بنحكي في إيه أنا عشان بوصع ناصر لو أوصل عند الحد فوقر وأصدق الحوار اللي داية وامشي جواه زي زي غيري من غير محتكم لعقلي واشوف إن الكلام ده مش وقع إن الكلام ده مش موضوع أنا مالي بالكلام ده والزمالك وقعب على 45 بقولك يأفل يجيب دورقة ويأفل يروح يعني 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 أنت بتناشد تلما من شوية ثواني أكمل الحد دي عشان ما نتلش وليسام إنه يبقوا متابعين إن كده الزمالك إن شاء الله الناس اللي ليها عندنا مستحقات ومتأخرات وإلتزامات وكهيئة ودموجة بالقانون اللي لسه ما حصلش عليه تعديل لو الزمالك مالتزمش لو الزمالك مجلس إدارته مالتزمش بالالتزامات بتاعة الهيئات منها الضرائب والتأمينات ده مطالق الدكتور أشرب إنه يوقف مجلس الإدارة مالتزمش باللي عليه ما إحنا سبقوا واسمعنا وعرفنا إن الزمالك دمها كل الضرائب إن الزمالك عنده في خزنته أرقام سمعناها بالتلتمية والربعمية والمتين مليون فين ده الكلام ده إحنا بص بنصدر الموضوع عشان كلنا نشبر يعني أنت ترى إن الحل دفع المبلغ الحل فين دفع المبلغ معلش تاني الحل دفع المبلغ وإنهاء الدين فهن ده موضوع دركين على جنبه خالص مش هي دي الموضوع إنت روح صوف شغلك وشوف نديك اللي إنت بتنفس بيه وقا هو هتنزل من على نص التدويج اللي إنت طلعته يعني اللعنة وسنواره ده ميزة طبعا ونسعى البطولة التالتة ده إنجاز روح إجري عندك هناك أكتوبر افتح افتح أدواء جديدة واجيب فلول وإنجاز يتحسب لي كم من أليم وتاني بقول وانا مسؤول وقلت 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 مع المعارضة وقلت ضد اللي بيديره دلوقتي وقلت في كل وقل الزمالك دخل وأكثر من ثلاثة مليار جنيه تاني في الأماكن الرسمية قلت هم فيه راحت الفروز دي راحت فيه ما حد النهار ده بيتقلق إن فيه حاجات بترجع للنادي تاني في الأيام اللي فات بيديره لناس أقترض على المال العام مش شكري بس برضو بقول لها من عندك عمر المال العام ما بيسقط بالإيه يعني مش عايز قد بالتقدم وده ما كانوا النيابة يا دكتور وعد نخمة السنين والورق في النهابة ومانا يدعوى بالموضوع ده أو عيزك واو عيد نفسي واو عيد كل زمالكاو كل اللي خاد من نادي الزمالك ومش حقه حاجة مش من حقه أو أضرب المال العام نادي الزمالك هيجي الوقت وهتحاسب وهتدفع اللي عليك وخلي بالك معك أنت تحديدا يا محمد وحاليا مجلس الهدارة الحالي بيلوم الناس دي وبيذكرهم أن هما خدوا مال العام ورجعوه كل دي حاجات النهاردة بانت مع الزمن ومع الوقت أنا شايف لو إحنا لخصنا كلامك في النقطة دي أن الزمالك وقف على 45 مليون جنيه سمع ده عيب ده عيب وتناوله مرة واثنين وثلاثة والمواجهة فيه والعرض فيه على صبعات وعلى المواقع وعلى القنوات عيب عيب زمالك أكبر من الرقم ده وحطه صدو أصفار تانية كتير الزمالك يمتلك مقومات ومكانة وقيمة مكانية الله يلحمه محمد حسن حلمي كلا الزمالك ما يحتاجش لأي حاجة ولا يدور على شركة راعة يا وغيرها الزمالك عنده قيمة مكانية لو استغلت صح هي اللي معايشانة هي اللي معايشانة دلوقتي بعد ما كله مدخلاتنا اللي دخلت راحت زمالك بصرف منيني عبد الناصر دلوقتي لو عندك معلومة أو أقولها لك من مدخلاته من الكنز طيب عايقة عايقة بص الكنز الاختراع هو محمد حسن حلمي طيب بص من الكنز طيب ماشي طيب في حد زمالكاو بيسألك بيقولك مرتضى ترك لكم النادي سنة كنتوا فين ومحمد حسن اللي انتوا بتقولوه لما ساب النادي فيه إدارة حكيمة ظهرت المكان والنادي خد كل بطلات كل البطلات ضمها الإدارة الحكيمة دية قالت الزمالك أيها ببطرجة تخت ومفلس ما حصلش دفندي مسجل أمين السندوق مسجل ما تقولي الموقف اللي الزمالك فيك هرايح لدرجة تانية لقولي عليه ضماشي ما هو لما جاء مرتضس هو مين وقت جوى النادي لدي مستحقات هو مش انت مش المجلس الحالي داد بقى داعب النص بكل وضوح كده وصراح مش العلعاب الجامعية ومنهم الطائرة كانت مقدمة شاكوى وليه أنت مقدمة شاكوى ولا ما حصلش أه انت ترجع تقولي ال 45 مليون جنيه اللي محبوز عليهم 45 مليون جنيه اللي محبوز عليهم هم اللي ماشوا اللعيب الفلان اللي مدفع نور وهم اللي ماشوا يا عم في إيه تكلموا كلام كلام الناس استوعبوا عايزين نتكلم كلام أو إحنا لما نخش وتعالد عليك يا دكتور ما إحنا حافظين الملف السنة اللي فيها مرتضة الناس كلها تخنقت مع بعض يا دكتور محاق مصطفى فين السنة اللي الناس تخنقت فيها مع بعض توقف فيها الدوري مع مشاهين يا دكتور سيبك من الدوري اللي الدولة كلها اشتغلت عليها كان الزمالكي ياخدوا يا دكتور لا الدولة ما اشتغلتش عبدالنص أنا ما بشككش يا دكتور أنا ما بشككش في الدوري أنا بقول لك كل الناس ساعدت اللجنة المؤقتة عاكت تفهمني غلاء صح مش بقولي أني تفبرك أنا ضد الكلام ده ده بالعرق والجهد لكن الدولة بالجمهير بالإعلام اشتغل من أجل الزمالك دي حالية يا عبدالنص ولكن لا أشكك في البقول عاكت ما تفهمنيش غلاء ولكن أنا بقول لك الخناءات معروفة اللي استكتر على أحمد سليمان مكانه واللي قال لنا اللي خط المعارك ومشيت مرتضى واللي قال أنا أقول واللي قال أنا أعمل كانت فين الناس ما قوامتش ليس زمالك يا دكتور مصطفى فانديم ده داره أخطر فترة لملف في ناس فاهمة يعني ملف اللي جات عندك دي اللجنة اللي كان بيديه بنفس زمالك في الفترة اللجنة التانية تحديدا لجنة كابت دي لجنة اقتصدية لجنة عومت مؤسسة دخلوا ملعوش فيها أي مدخلات يصرفوا بيها ويدوروا بيها دورتها تتكلم بإيه؟ ده دخلوا يا دكتور مصطفى ده بك أسوال يا دكتور مصطفى يا دكتور مصطفى مرتضى منصور سنة الزمالك كان فين إدارياً ومالياً في الهوية دارت وعدوا بيها بر الأمان بإدارك إزاي بتقول إدارك إزاي عملو إيا يا فانديم يا دكتور طارق جبريل كلام واضح إحنا مفلسين ومش عارفين نتعامل مع إدارك تما هالي هتحوط التسجيلات وإن الزمالك هينزل درجة تارية يا فانديم ما هذه حقيقة أنت كان موقفك المالي صعب جداً وما زال أنت تعاني منه بعد السنة ماشي بس يا عمي يا عمي هو جيه ودورها وناجح وإنت لست في بداية المكالمة قلت باحترم أنهم هم منتخبين ولكن منحققوا الرأي وتعرضوا ده حقك ولكن في النهاية دورها وناجح وله ملايين متابعينه وعارفين أنه هو بيحمل نادي أي ركان أسلوبه خلينا بقى نمسك كلمة بتحمل نادي وإنك إنت بتقول على سانك هو تحديدك بيقول على سانك في ناس تمسك التراب تحوله ده وما المالك عاد بتشتكي ليه وما المالك عاد بتشتكي ماشي ما دي سياسة بقى لا 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 يا بيه بس ما تستعليش أزمة ما هياش بقيمة أصل رقم اللي احنا تنتكلم في ده ده ولا حاجة جنب المصاريف الشهرية اللي بتخرج منك مخرجات مرتبات ومهو ما هو ما هو ما هو بس عا كان نقول الرأي الآخر هو بيتحارب علنا من المجموعات دي فمش عيسلم في نوت بسهولة عا كان نتكلم بصراحة خلاص انفع ايديك بقى وقول أنا مش أقدي المسؤولات لا من قال لك هو عيقود يقرفك لأنك أنت أرفه لا خلاص بكيبعنا عاديم بنستنفل بس الكلام أنا بكلمك ببقى بس انت عارفني أن أنا صريح عن سمي الأمر بمسمياتها محد السايب مرتضى في حاله فأي حد من اللي مستايب مرتضى في حاله فين طيب فين خلينا واحدة واحدة كده من ساعة من ساعة مجمعية العمومية قالت رأيها رحنا للأماكن الشرعية إذا كان في دعوة البطلانة لانتخابات رحنا فين رحنا مجلس الدولة ورحنا مركز تفسير التحكيم في حد شفته في برنامج أو في صفحته طلع عارض في حاجة ده حسابات قديمة ده مضوح قديمة وهو ده اللي مستصدى لما أشهد ده ليه كان ليه خمس قشر سنة ما بيش شايف حد يعوق كله واقف يساند وكله ساكد بسكوته هي مساندة عدم معارضتك هي مساندة إذا مالك من مصلحته بس ما فيش واحد فيكم طلع بيسانده في موقف حتى لو صح هو طلب النهاردة لما تجي تطلب من المعارضة اللي هي ضدها مش يبقى الطلب يعني فيه وقعية شوية وانت بتتكلم مع الناس هو لو اختار بقية الرموز اللي عايشة في النادي الناس المحترمة المقدرة القيمة اللي عمل التاريخي النادي وقال لهم لو سمحتوا حددهن معادي وحنا وقعد مع سوز ماند واحدة لان انا برضو رافض حتة ان الموضوع ده يطلخص كلمة 45 كل شوالك ايه طلع لي ما يزبط طلع لي ما يزبط ايه يا عبد يزبط ايه ما المحكمة قالت ايه ده كلام منتاحي ولو الزمالك يقعب عند ال 45 انا تاني مصير ايه في البابها ايه في الباب انت بتتكلم في ايه ال 45 دولار هقول ايه بس طب عايز ازألك سؤال مهم يهم كل الزمالكوية طب هل الاستاذ ممدوق عباس ممكن يصل الى اقصى درجة قضائية لدرجة الحراسة او الافلاس لدعوة افلاس على نادي الزمالك سلمان دواء عباس مشجع درجة تالتة انا رأيي الشخصي بقوله على الثاني مش ممكن يعمل كده مش ممكن يحط الزمالك في موقف ازا كان هو طوال السنين اللي باتل دي كان ممكن ياخد من اللجان زي ما حصل الدعاء ان هو خد وطلع بيان من الكابتن حسين لبيبو قال انا ما ادناش اي حاجة من مستحققت ماندس من دواء عباس خالص محصلش ولا هيطلب الراجل ولا الدنيا دي بالنسباله لكن لما يتقال انك مالكش حق انك مالكش فلوس وانك صرفتها مرة واثنين وثلاثة واربعة يعني انا عبدالناط كل شوية تقول لي مالكش فلوس ده انت صرفتها مرة واثنين وثلاثة واربعة هتكت هروح لإيه هروح للأماكن ايه بقى الأماكن دي بالنسبالي الحكم المحكمة استأنفت انت تاني على الحكم قلت يا الصدام العام ما ينفعش يتحجز علي ما بيش في الا ده ده اولا هو ده ما بيتعرفش في الميزانيات ده من الناس فهمه بفي حاجات كتير في الدورة المالية والدورة المستندية ليها ضوابط ليها قصص في عرضها اننا احنا كلنا يعني انا من ساعة ما بتددت المكالمة معاك بحد دلوقت باتكلم في الخمسة اربعين كلمة عام على جنة ما هي اللي اصبحت الحدس والرأي العام مباعات اللي هي ما اعملوش مصرتين المايا المدخل بوابة جديدة بوابة باسه في الفرع جديدة انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم في ايه في رقم هيعمل ايه دولة ما يدفعوش ما يدفعوش هقولك ايه النهاردة الأجور ومرتبات بتاعت النادي في الشهر بكام اللعيب عندك بياخد كام في السنة انت بتتكلم في ايه انت بتكلمني في ايه يا فندم انا بص احنا بص ضميرنا يحتم علينا انها هي قضية عناد وليس اموال ذا بالكوية سواء لك او عليك انا اسميها كده عشان ما وجعش عشان بس ما نقعدش اندخل الزمنات بتقول انا هقولك هي حضية مفتعلة مفتعلة انت بتقول مفتعلة ولكن اقول الراجل بيرد على ان الناس دي بتعوقوا وبتحاربوا يا فندم او ايه اللي حصل بقاني مش فيه هو الموضوع ده وليد النهاردة يا فندم ماشي وليم انا بقولك الرائل موضوع ده من النهاردة ليه 14 سنة من ساعة ما انت جيت واحد بنتكلم في الموضوع ده ماقولك دخل فيه دخل في 13 سنة ولا تسع سنين يا فندم ده من ساعة من 2014 هم ملوش وخادهم طب ما المحكمة ايه هو مش كل واحد فينا بيروح يقدم دفوعه ومستنداته وحافظة مستنداته في المحكمة ولا ايه اللي بيحصل مش فيه يعني اهم شي اخدتوا منك في هذه المكالمة تأكيدك على ان ممدوح عباس اي الكلة التضحيات لن يكون في يوم من الايام يكتف في تاريخه انه يود الزمالك لا افلاس او حراسها طبعا لا او تاني بقولها ده راجل مججع درجة تالتة ودهار النادي في ظروف خاصة ما قدرش يا ربنا يعني ما يعني هقول ايه ما تكتبلوش التوفيق والخطرة اللي دارت فيها لكن انت دلوقتي الدنيا اللي انت دورت فيها النادي كان ساعة ما مشي الاستاذ ممدوح والمجالس المعينة اللي جات بعده كان احنا عددنا واحد وخمسين الف عدوية مهاردة بينا ميت الف عدوية دخلنا بالبلد كده خمسين الف عدوية دخلت لنادي الزمالك ما يتجاوز فوق الرقم الاثنين مليار ونص عملنا بيهم ايه عملنا بيهم ايه يا دكتور بعد ذلك ما احنا جاعتنا انا وانت خمس سنين هوا نقول الكلام ده وفي الاخر احنا اللي نطرنا في الهوا لا لا ما تلناش يا بيه اللي احنا بنقوله صح اللي احنا بنقوله الناس يا فاندي بنت اللي بتقوله صح بعد ذلك دكتور دكتور انا لا اقول انك مخطئ ولكن انا رجل واقع الان يا فندم لجهات الرقبية عيدت كلامنا ولا احكام طلعت بيه وبا ايه اللي اتكلامه احسن يا فندم مين اللي ما حصلش كلامه ده مرتين الجهات الرقبية مرتين الجهات الرقبية تطلع ادارة النادي انها مخطئة ولحد دي النهاردة يا المحكمة عفوا ان هي النيابة خلصت خلاص يبا لما تخلص نبا نتكلم يا دكتور ماشي خلاص ايه باع المعاناة اللي انت فيها دلوقتي ان ادارتك للملف المالي من الفترة اربعتاشر لحد دلوقتي تايب بس زمالك دايما انفحارك زمالك الكيان الكبير والرعاية والمدخلات اللي بتخشيلك من محلات النادي ده خلك عدوية جديدة برقم اللي انا قلتها لحضرتك لكن ده بقى عبد ناصر ونفس الكلام ده هو قضية وانا وانت كنا اشتغلين عليها من قبل ما اطلع قانون الرياضة او احنا من اول ما طلع قانون الرياضة مش قلنا في عوار يا جماعة الحقو من سبعتاشر لاتنين وعشرين خمس سنين هو ايه ايه الملف اللي موجود عندك في رياضة سليم من تاريخه لحد دلوقتي واحنا فيهم كنادي الزمالك خصونا الامر ايه اللي فيه رياضة اه عموما بصفة عام بصفة عام الرياضة من ساعة ما طلع القانون هن هيبقى فيه استثمار ثم في نادية طلعت وعملت الفرع التاني والتالت والرابع يعني كان مع 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 اصدار قانون الرياضة السبعتاشر النادي المنافس لك النادي الاهلي لكل التأدير كان عنده الفرع الاول والفرع التاني ولسه ما فتحش الفرع التاني بتاع زايد لسه ما كانش فتح ساعدها يا فندم يا فندم الاهلي استخدم كل شيء في القانون صح يعني عنده في الاقصر فرق حق انتفاع وليس ملكه وده استثمار هو الوحيد في الاندية المصرية بقى الافرع ملكه واصبح عنده فرق تاريخي في التجمع هو الخامس الجزيرة زايد مدينة نصر الاقصر والخامس العالمي تالدولة يا فندم لما الخطيب كلم وزير الاسكان عن طريق الدكتور اكراف سبح وزير الشوام الرياضة لما راحت لجنة بص الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي طلب ان يتعامل كل الطرق المؤدية الفرق التجمع بما يريخ بالاهلي حتى الاستثمارات حواليه والمدن الدولة بتعمل شبك الطرق بتعليمات عليا على النادي الاهلي في التجمع حتى نقول المنطقة كلها نقلة تانية خالص فالدولة حتى بتشجع الاهلي لانه في حتة تانية دكتور حتى نعترف بداه الاهلي في حتة تانية الدولة مش بتشجع الاهلي وبش بتشجع الاهلي وبتساند اي حد بما فيهم الزمالك يعرف يعني ايه تسمد القيمة والاسحة يا فندم اي حد بيخبر على باب الدولة واولهم الزمالك والاهلي لان الدولة حريصة عليك ان الدولة بتقف لكن الدولة مش هتفكر للناس بسبوط الكلام اللي انت تقول ما هو ده اللي انا يعني هقول ايه طلطتلك عليه الضوء طلطتك فين بقى اخذرت النادي انت اللي انت قلته للجامعة العمومية اللي انا قردت فيها من اول 2014 يا دكتور يا فندم لو كلهم بيتكلموا زيك مرتد رسول عيسمع لهم لكن فيه ناس بتحاربوا فين بس مين اللي حاربوا ولا مين اللي مسك في الخناء قولوا عليها بالخناء ما الصفحات شغالة بتشكل في كل حاجة بيعمرر هنا مش مسك ببانسكك في الجلبية بتاعتك وانت عادتوا السعيدة وبانسكك في البنطلون والقميس وانت عادتوا مصر يا فندم مين اللي جي جنبك يا فندم انت راجل كل المواضيع كلها لخصتها في ان ممدوح بيلي فلوس بس هي دي مشكلة طب مع المشكلة وخد بها احكام واحكام ايه استئناف يعني خلاص درجات التقاطي بتاعت الخنص طيب حد حد زمالكاوي انك طبما انت مساكته النادي عشر سنين الاستاذ ممدوح عمل كان فرق وقتها برضو هقول للأستاذ اذا كان زمالكاوي هو زمالكاوي جدا هقوله هو راسي بحترمو بقى الضغم هما كلمتين اثنين انا بقولك معلومة انا مسؤولة عنها قدامك هو على الثاني كان نادر زمالك قافل الادوية الجديدة قافل الادوية الجديدة حد واحد وخمسين الف فتحت الادوية الجديدة من واحد وخمسين الف لمية الف انت زدت خمسين الف عدوية عارف يعني هنزلت خمسين عدوية خدت منهم وطبهم فلوس الفلوس دي خدها عشان توجد ماشي ما عملتوش ليه زيه اسئلة بريئة من الزبالكوية فندي عايز بقولها ما عملتوش ليه زيه وفتحت العضوية لكانش حد يجرم على ان ياخد الخطوة دي ماشي خدها طب هو عمل بقى ايه وانا النهاردة وانا بحظه على ايه انا بحظه على الدخل لك وديته في ايه وانا بقول له ايه او انت او انت محضر او انت مستحضر جماعة الجامعية امامية ويبقى فيها مناقشة على مدانية بلك بتناشف ايه انت دخلت لك فلوس وديتها فيه طرفتها ازاي هي دي هو كل واحد واحنا هناك بمشتغل وظيفة انت فرض بتمثل بعيد اعضاء الجامعية الامامية يا عم سينة فلوس دي رحت فيه هو ده السؤال هقول لك على حاجة هقول لك على حاجة اخيرا على سبيل المثال بس كده بسيطة وسريعة حتل جامعية عمومية من اللي تعرضوا في ناد الزمالك النهاردة ناد غالي عنده فيه حد من اعضاؤه رافع دعوة مجلس الدولة على حاجات شافها هو في جدول اعمال الاستاذ خالد سليمان المحامي اعتقد حد منه الاستاذ خالد سليمان المحامي ماشي؟ ها هي دي هي دي قوة كعدو اللي مفروضت اخدها راح مش عاجبه حاجة معينة في جدول اعمال وان وشاف ان الجامعية اكتملت فراح رافعها دي انت بقى الجامعية العمومية اللي هي بتاعت اول امبارح دي كان لها جدول اعمال جدول اعمال ده فيها ايه؟ بندن رقم واحد لو كانت الموديلية وافئة او الوزارة وافئة رقم واحد المشكلة رقم اتنين اللي اطلاع والموافقة على لاحة جديدة اللي احنا كنا زمبلة لاحة طب هو في حد يطلع عليها في حد يشاف لاحة نادي زمالكة في حد يشاف اللاحة الجديدة المقترحة اللي كانت هتنزل في جامعية العمومية غير عادية ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ قل لي مين من اللي هما بيظهروا على المنصات او في قناة نادي الزمالكة الاسمية او في موقع نادي الزمالك ازا كان نشارها ازا كان بموجة بموجة القانون انك تعرضها في لوحة الاعلانات او في المركز الاعلامي بتاعك عشان ناستطلع عليها اللي احاديها يا سيد عبد النصر هي النساء هي اسس العمل هي العلاقة اللي بينك وبين مجلس الادارة اللي انت تنتخبه ما حصلش حاجة ولا هيحصل حاجة بصعب نصر اشيب الصلاح دي بصعب اخيرا يا دكتور اخيرا الزمالك اكبر من المشاكل اللي مطروحة حاليا وبيتناولها الاعلام والصفحات والاسف قناة الزمالكة الاسمية الزمالك اكبر منها بكتير واكبر من اللي بيديرو في الفترة الحالية والزمالك عمرهم هيوقع ولا الزمالك عمره هيباع ولا الزمالك عمره هيفلس والدولة هتساند وهتساند وهنعدل فترة دي لكن انا بقول للي بيديرو حاليا بتقول لا في الزمالك بانتو تاريخه اكبر منه يقزم او يتصغر او يتحط في الصورة اللي محطوط فيها دلوقتي عندنا امور كبيرة وكتيرة عيشوا فيها وخلصوها هي دي المسئولية اللي انتخابتكو عليها الجامعة شكرا وخلي حكم القانون ده يعني ما فيش صاب ده حاجة ما ينفعش نطلع براحة يعني مشكرك شكرا جزيلا يا دكتور ودائما ودائما معارض محترم نرقى به ونتمنى دائما ان يتواجد وكون واسق وانا عارف كويس جدا وانت عارف ومن قبلية نفسه انو الساد مرتضى مرسول لما بتروح النادي دائما بيراع بيك لانك دائما بتتكلم في قضايا زمالكوية وليس قضايا شخصية شكرا يا دكتور حبيبا شكرا حضر وسأظل أقول يا جماعة انا داعم لمجلس ادارة مرتضى منصور كاملا ولكن اي حد يطلب مدخلة له الحق وانا لما باخد حق الغائم ده تغير واضح عكما سيبش الناس تتكلم وناس مؤيدة المرتضى منصور تسعى فلازم اقول الراجل عمل والراجل كذا ليس دفاعا ولكن هي مهنية هي مهنية وكل واحد رأيه فوق دماغي والدكتور مصطفى عبدالخالق يظل رأيه محترم وعلى فكرة ده لنا دايما بقوله لما بيروح النادي مرتضى بيرحب به هو هتفكر اي حد عاقل بيحب الزمالك بحد بيكرهه ابدا ولكن احنا هنا لا نصيد في الماء العكر ومناج دعوة زمالكوية معارضين ومؤيدين مع بعض بدل بتخش تناقش باحترام بلا تجاوز انت فوق دماغي دكتور مصطفى عبدالخالي ما ضلعش في كل مغرب لكن انا لا مشاكل تاني ولا لي دعوة بحد ولا ما حد ولا ضد حد انا داعم للمجالس المنتخبة ومرتضى مرسول مجلس منتخب انا داعم لي الخطيب مجلس منتخب انا داعم لي حتى لو اختلفت معاهم لكن مش انا اللي جابهم السندوق اللي جابهم